أمر صاحب السموة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم الشارقة بالإفراج عن أربعمائة نزيل ونزيلة من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن سيرة والسلوك وذلك بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزار الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين والتي تاتي انطلاقا من حرص سموه على دعم كيان الأسرة والمحافظة على استقرارها وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة